السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديالة سعود في شهر جوش غد نطرق العدة أخبار من بينها زلزال مدينة بارما لكاليوم في الساعة الواحدة بعد الزوال واللي حسوا به المواطنين وكي اللي تخلعي إخوان وخرج من المنزل ديالو ولكن في هاد اليومين الأرض يا إخوان محبساش من الاهتزازات لأنه تسجلات كتر من مئة هزة وما زالي إخوان المنطقة غادي تعرف اهتزازات أخرى غادي نتكلم كذلك على أخبار الجالية المغربية مطار تورينو توقيف مواطن مغربي للتعطة وغارامة لم يصرح بأموال اللي كان هز معه وغادي بها للمغرب وغادي نشوف القانون الإيطالي هذي غا تكون فرصة لمراجعة القانون أشنو تيقول القانون الإيطالي وإنت خصك تصرح وأشنو كيوقع عدتي وحد تصريح وكذلك القانون المغربي غادي نتكلم كذلك على الفيديو اللي نشروه رجال الشرطة غا نوريكم مقتطف منه كيفاش المواطن المغربي هذك اللي تشد في ميلانو الأيام الماضية كيفاش قصل ببرودة دم مواطن مغربي الفيديو دي الكاميرات المراقبة دي المحطة الواقود رأيي إخوان نشروه رجال الشرطة كيفما أنه غا نتكلم عن السيجن ثلاث سنوات وكذلك غرامة مالية وتعويض لصالع عائلة إيطالية على بضانتي مغربية ليه إخوان على حساب القادة السغلات العجوز اللي توفى وكانت كتأخذ فلوس اللي هي كتير من الحساب البنكي على حساب العائلة وصلات لكتر من 90 ألف أورو غا نتكلمه كذلك على جورجا ميلوني اليوم التاقات بالنقابات دي الفلاحة وعلنات على عدة قوانين من بينها إعفاءات ليصالح الفلاحين فلاحين اللي بطابة الحال ما معتعرفنش بالنقابات اللي كيمتلوهم وكي طالبوا بإججماعات وطاولة حوار مباشرة معهم معي والوزارة دي الفلاحة غا نشوفوا أخبار اللي هي غاية في الأهمية من القطاع دي الغزة اليومي إخوان كيان الصهيوني اعلن عن النية ديالو باش يوسع الحرب إلى مدينة رفح ولو قعات را كيفما كيقول العالم كامل أمريكا أوروبا والأمم المتحدة غا تكون كارثة إنسانية بكل معايير شوفوا كذلك بايضا أشنوق عليه اليوم وكيفما العادة كنبغي أشكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممششاركاش اششاركم باش قوة وصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على الزلزال اللي وقع في البروفينشا ديال بارما وهنشرح لكم أشنون اللي واقع بحكم أنه اليوم مع الوحدة والصد ديالتقيق ما بعد الزوال كاني إخوان واحد لهزة ديال الزلزال القوة ديالها 4 فاصلة جوج على سلم ريختر هاد الدربة يا إخوان ماشي هي اللولة وماشي هي اللخرة بحكم أنه في السوء 30 ساعة كانت يا إخوان 72 هزة أرضية وفي 48 ساعة اللخرة يعني في اليومي اللخرة في مدينة بارما تهزات الأرض يا إخوان كتار من 100 مرة يعني كنتكلموا على الزلازيل للقوة ديالهم تتراوح ما بين جوج حتى الثلاثة على سلم ريختر هادي كانت إخوان قوية حسوا بها الناس في مراطق متعددة من البروفينشة ديال بارما خصوصا الناس اللي ساكنني إخوان في السفلي وفي الطابق الأول يعني اللي ساكنني إخوان قرب للأرض بطبيعة الحال كانوا كذلك الناس اللي خرجوا للأزيقة حيتخافوا كانوا مدارس اللي تم الإخلاء ديالها وكانوا سكاك حديدية اللي تم توقيف العمل فيها يعني ما خدموهاش كيدوزوا حد تران كيدير الكنترول كيشوفوش بقاي إخوان سكام زيان ولله وكيخدموهي إخوان الكيران في بلاسترا يعني النقل ما كيتوقفش حاجة اللي هي مهمة هو أنه لأول مرة في المنطقة غايخدمي إخوان هذك العلارت سيستام تليفونات منك بدوي غوتوكي صوني باش يعلموك بلا أنورة كايشي حاجة ولا كايشي طوارئ خدموهي إخوان في المنطقة المهم مشي عن جميع تليفونات ولكن الأغلب ديال الناس راه خدمات عندهم كذلك إخوان من بين الأشياء الأخرى اللي هي مهمة الزلزال ضرب كذلك اليوم مع هاد العشية ضرب أخرى دائما في المنطقة مع الخمسة وثمينة وثلاثين دقيقة القوة ديالو ثلاثة فاصلة أسبعة على سل المريختر ما كايش أضرار لا في المنازل لا في الناس لا في الأرواح الحمد لله وشكره لله كان زلزال آخر كذلك إخوان في المناطق ديال الأمبرية بالتحديد في البروفينشة ديال بيروتجا المدينة ديال سبوليتو مع الـ 11 وخمسة وخمسين كان زلزال بقوة ثلاثة فاصلة خمسة على سل المريختر الحاجة الأخيرة اللي ممكن أنا نقوله في الموضوع كذلك باش أنه الناس تطمأن هاد السلسلة ديال الهزات الأرضية كيقولي إخوان الأخصائيين ديال الزلازيل غادي تستمر وغادي تحبسي إخوان في الأيام القليلة القادمة يعني ماشي شي حاجة اللي كتخلع يعير سلسلة ديال الهزات بدات وغادي تسالي في الأيام القادمة فهذا الفقر يا إخوان غادي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية والخبر الأول إن شاء الله غادي تكون فيه استفادة بحكم أنه غادي نطرقوا لدك الشي اللي وقع في المطار ديال ساندرو بيرتيني المطار ديال مدينة طورينو اللي رجال الشرطة المالية القواردة دي فينانسا وقفوا جوج ديال الناس مهاجرين واحد فيهم مغربي والتاني صيني بجوجهم كانوا مخرجين قيم مالية تفوق عشر آلاف أورو فيتا عشرات المليون تقريبا مغربية هاد الناسي إخوان ما كانوش داروا لديكيراتسيون يعني ما ديكلاروش بهاد الفلوس ومن ما كتديكلاريش الغارامات المالية اللي كيعطيهوك رجال الشرطة كتقدر توصل حتى الخمسين في المائة من القيمة ديال الفلوس اللي انتهز يعني كيكوني إخوان واحد ضرر كبير غالبش نشوف القانون الإيطالي اشنو تيقول وكذلك القانون المغربي الحاجة اللولة اللي غادي نتكلموا عليها هو أنه عير في شهر واحد هذا اللي داز الماطار ديال طورينو بوحده يعني ما كنتكلموش على الطاليين كامل الشرطة المالية قدراتي إخوان أنها تحصل تلتمية آلف أورو يعني تلتمية مليون مغربية اللي الناس مخرجاها وممديك لاراش بها وداروا 24 فيربالي يعني 24 غارامة مالية أما في العام كامل عير الماطار ديال طورينو بوحده را خرجت مني إخوان 24 مليون أو نص ديال الأورو يعني حوالي 5 مليار مغربية يعني الناس كتحصل المهم النصيحة ونشوفه أشنو كيقول القانون إذا كنت بغيت تخرج واحد القيمة مالية تعادل 10 ألاف أورو أو أكثر يعني 10 مليون 11 15 30 خاصة كلار دم الدك لاري إذا كنت بغيت تخرج أقل ما كينش الإلزامية ديال أنك تديك لاري مثلا غادي للمغرب وبغيت ادي معك 9000 أورو 500 ما كينش مشكل وخي وقفوك البوليس وديروا لك واحد الكنترول هذيك الفلوس ما كينش الإلزامية أنك تديك لاري بها لقوا عندك 10 ألاف أورو غادي تكون الإلزامية وغادي تتعرض الغرامة إلى ما ديك لاريتيش أو كذلك إلا لقوا عندك 15 وما أكثر بطبيعة الحال الحاجة اللي هي مهمة في هذا الشيء كامل وهذا هو التخوف ديال الناس واش مني كنديك لاري كي هزولية منهم شي حاجة لا يا إخوان الهدف الرئيسي من أنك تديك لاري هو تكون المراقبة ديال الأموال اللي كتخرج من الالتحاد الأوروبي ومن الدول الأوروبية وكذلك من أجل تصدي لتمويل الإرهاب وكذلك غاسي الأموال هذي جوجية النقاط هم عنش كي يدروا يا إخوان هذي كيراتسيوني الواحد إلا كانت أموروناديا يعني انتخذ دام في واحد الشركة أو عندك شركة وكتربح فلوس اللي انتم ديك لاري بيها ومخلص عليها الضريب على الدخل يعني اللي يربف في البوستفاقا يعني هنا يرا ما كنش إشكال لو قايت اللي غي وكفوك البوليس غي تديك لاري مثلا عندك 15 ألف أورو غي يجي وعندوك غي يقولك من أين لك هذا غي تقول لهم أنا أرى أني كنت خدام هالبوستفاقات ديالي را كيدوزو الحساب البانكي وهذا الفلوس أنا وفرتها أما واحد اللي ما كي تديك لاريش هو هذك اللي مثلا غادي بفلوسي إخوان ديت بزنيز غادي بفلوس اللي هيا مثلا خدام بعير بالناي نعطعهم ميتال ولكن يعمل في النوار وهو ما قادرش أنه يتبديك الفلوس راجي من الخدمة علاش لأنه ما خدمش بالنسبة للدولة وربما كي يخد إعانات ولزي غا تلقاه في الزير وكي يستفد من البونوسات ولذلك هذا ما كيبغيش يديك لاري لأنه ما كيبغيش يديك لاريش على رسو الصداع لأمور واضحة لديك لاريش إشكال إن شاء الله أما اللي ما كي تديك لاريش لغارمات المالية را تصل إلى 50% 50% إيمتا أولا إليك أنت تخرج فلوس من الطاليان وما ديك لاريش والقيمة ديالهم ما بين 10 ألاف و 20 ألف فهذا الحالة إليك أنت خارج من الطاليان كيعطيك غارمات مالية تعادي 30% من القيمة اللي شدوا عندك وإليك أنت داخل من برا إيطاليا إلى إيطاليا يعني جاي من المغرب للطاليان ومدخل كتر من 10 ألاف أورو حتى العشرين ألف أورو فهذا الحالة كيعطيك غارمات مالية تصل إلى 40% الأمور كتغير من القيمة ديالفلوس اللي انت مدخل أو مخرج تفوق 20 ألف أورو إليك أنت خارج من الطاليان كتخلص 40% اللي حصلوك وإليك أنت داخل طاليان مثلا من المغرب ومدخل 30 ألف أورو ولا 40 ألف أورو يقدروا يدولوك حتى النص يعني حتى الخمسين في المئة شيء اللي هو مهم فيما يتعلق بالمغرب المغرب يا إخوانا راه القانون تغير هذه عامين ممكن أنه الناس تخرج إلى غاية 100 ألف درهم اللي جابج 10 مليون ديال سانتيم في السنة ماشي كل الصيمانة في السنة في العام وبطبيعة حال هاد القيمة مالية إخوان ديال 100 ألف درهم ركن نتكلمو على مغربية يعني ما تخرج 10 ألف أورو تقول رها 100 ألف درهم 10 ألف أورو راجبت كتر من 100 ألف درهم هاد القيمة ديال 10 مليون ديالسانتيم تقدر توصل حتى 30 مليون ديالسانتيم في حين أنا هو دك الشخص اللي بغي خرج الفلوس توفرات فيه بعض الشروط الناس كتسوني بزاف ديت المرات أنا را بغي نخرج الفلوس من المغرب بغي نبيع واحد الدار لأنه بغي نشري دار في الطاليان كيفاش نقدر ندير أنا صراحتاني إخوان سويت على هاد القادية والأمور معقدة لأنه على الحسن مشارحة لي واحد البنك هنا في المغرب خستك يعني تطلبوا واحد ترخيص من البنك للمغرب وخستك تبرر ليهم وتقناعهم بلا أنه أشنو بغي تدير بهذاك الفلوس خارج المغرب ومنين جوك الفلوس هنا في المغرب ولذلك أصلا إخوان خستك تكون قبل مني كتك تدخل ذلك الفلوس يعني أمور لينا وعنا ما معقدة في الحين أنه كين بعض الأصديقة اللي دخلوا الفلوس يا إخوان عن طريق السيارات إن فوكي يحطوهم في البنك مثلا 40 ألف أورو كتجي عندهم مغاردة دي فينانسا وهذا شيء يوقع الأصديقة ديالي من أين لك هذا تقولوا يمرها تسلف نارها بعناه واحد الدار تقولوا اليوم لا ماشي الأمور كتدر بها الطريقة يمكن أن تجلبوا الكاشف ودخلوه في الحساب البنكي خرجوا الفلوس وفي هذا الحالة رأي تعاملوا معهم قالوا يمخرجوا الفلوس من الحساب البنكي بطبيعة حال الكاشف الطالي ما تقدر تدير به والو من غير أنك تقضى به لأنه ما تقدرش تخلص به قيم مالية كبيرة بزاف بحال الدار مثلا في حين أنه أمشوا نشوفوا يا إخوان هذا الفيديو فيديو اللي صراحة قوي وقوي بزاف غادي نشوفوا دكشي اللي وقع لمواطن المغربي الشاب اللي كانوا عايشا فيهم المغاربة 300 مغربي اللي خدموا في الفلاحة كيباتوا هنا والصباح كيبشوا وخدموا في حقول الفلاحية كيجنوا الزيتون يجنوا الليمون وذلك الشي اللي كان في الفلاحة المهم هنا في كان عايش 300 شخص الفيديو اللي تشوفوا معاييرا صادم هناي إخوان الفيديو ديال مقتل ديال المواطن المغربي اللي قنا عنده 27 سنة واللي قتله مواطن المغربي تشد في مدينة ميلانو غادي نزوميوا إخوان هنا رجال شرطة وكيف ما كتشوفوا معايا واقفين معليهم ما بيهم حتى يجبض موس يا إخوان ربما المغربي هذي إخوان هنا ما انتبهش ليه وغادي طعنه غايوجه لي إخوان واحد الطعن على المستوى ذي الصدر كيف ما شفتوا معايا هذه هي اللي قتلاته لأنه طعانات خرين ما كانت شوفوا معايا الفيديو المغربي غايحاول أنه يهرب كي هرب من طعانات شوية بحل غايب غيواج هو لكني إخوان شافه مسلح هو يهرب مسكين هنا غايد يدعو لسدروا يا إخوان وغادي هرب لوقيت اللي غايد دوز واحد الساعة ولا جوجي إخوان غادي القوشي ناس طيح فلارد ميت غايعيطوا الرجال الشرطة مني غايد يجيو وشوفوا الكاميرات غايلقوا أنه المواطن المغربي من بعد غير كب على الموطور يا إخوان وغادي هرب الموطور اللي هو هذا كتشوف معايا في الصورة كي يخذوا عليه إخوان البصامات وكي يخذوا منه أدلة اللي تقدر تعاونهم في هاد القادية والمواطن المغربي رام حتاف ضن بي في السجن من بعد ما أنه هرب رات تليفون ديالو لوكالي زوف الكامبانيا يعني النواحي دي المدينة نابولي ومن بعد لوكالي زوف مدينة ميلانو وتم القبض عليه قبل يا إخوان ما يهرب إلى فرنسا ولو كمش الفرنسا كانوا يشدوه في حين أنه هنتكلموا يا إخوان على خبر آخر يتعلق بذك شيء يوقع في مدينة كارتابيلوتا هنا يا إخوان غرجوا كاريان آخر للأسف هنا يا كان توفى فيه في شهر 11 الليداز شاب ليتهوا يا إخوان مازال صغير عنده 29 سنة اسميته عبد الحاكيم وكان متهم واحد رئيس لهوا يا أحمد عنده 34 سنة وجهوا ليه التهمة ديال القتل العمد ومن بعد ما أنه في الأسابيع الماضية القاداء الإيطالي السامع الشود يعني الدرالي اللي كانوا ساكنين مع وفاد برارك السامع الخمسة منهم تم تحويل التهمة من القتل العمد إلى التهمة ديالريسا يعني مضاربة وليوم يا إخوان خرج الحكم القدائي الأول بحكم أنه هاد المواطن المغربي اللي كان متهم عطاه الحبز ديال الدار وهوايا عن طريق المحامي ديالو مش طلب البطيت جامينتو يعني كتعترف بالمسؤولية ديالك وكتقول أنا يا مدني بغاية ندير البطيت جامينتو يعني واحد العقوبة سيجنية اللي نتفهم عليها مع القاداء بلا ما ندير محاكمة ونافقات وعدة مسائل المحامي ديالو اقتارح تلت سنين ونص ديال السيجن واللي القاداء قبل بيها وهذه العقوبة اللي تعطاته يعني كنت تكلموا على واحد الشاب عنده 29 عام تقتل يا إخوان بحجرة كبيرة وبالعصاب الهراوة أشنون اللي وقع وش تهجم عليهم وش عيرهم وش شي حاجة من هاد النوع الله أعلم حنا ما عارفنش إخوان الحقيقة ولكن العقوبة رهي تلت سنين ونص ديال الحبز باقى نجو جديد الناس خرين واحد هادو 40 عام وواحد عنده خمسين عام تقريباً اللي هربانين وباقى ننشدهم مش رجال الشرطة وحتى هم مي إخوان متهمين في هاد القادية في حين أنه غامشون تطرقو الخبر آخر هذا السريع ما غاندخلش تفاصيل ديالو وقع يا إخوان في بروفينشا ديال كونيو اللي كان هو أنه واحد مواطن إيطالي عجوز يعني أرمل توفت لي الزوجة ديالو كانت عنده بضانتي مغربية هاد البضانتي مغربية على حساب الأبناء ديالو وعلى حساب النياب العامة يعني استغلاته استغلال كبير وكانت كتبدر لي الأموال ديالو وكانك يخرجوا فلوس من الحساب البنكي ديالو كاش بطريقة اللي هيايا غير المعتاد هو مثلا إذا كانت يخرج ألف أورو في الشهر فهذه الفترة كانت يخرج تقريبا كل أسبوع ألف ومئتين ألف وخمسمائة يجب أن نعطيكم مثال ولذلك مني جاوي دروا التحقيق لقوا بالله أنه الفلوس كانوا يتخسروا في بزاف ديت الأشياء اللي هي ديالتر فيه يعني الطاكسي السيدة اللي كانت تتنقل من الدار ديالها اللي عنده هواية عن طريق طاكسي تليفونات اللي هما هي آخر موضيل وكذلك هدايا كثيرة لهات السيدة بطبيعة الحال العائلة ديالو كتتقول لك هاتسي دمو مليفش يدير له هدايا أصلا يعني منكي كون ناطالي لدارش هادية كدير الأحفاد ديالو حتى أولادو مكيش لهم الهدية زيد على ذلك الأموال الكاتيرة اللي كانت يصيفط هو واللي كانت كتصيفط البضانتي المغربية إلى المغرب عن طريق إخوان الوكالات ديال تحويل الأموال بطبيعة الحال في الأخر يا إخوان العائلة كتقول بلا أنه 90 ألف أورو في عامين مشات من الحساب البنكي ديالو دفاع ديال المواطنين للمغربية تقول بلا أنه هاتش ليس صحيح يعني ما كنتش حاجة لي كتأكد بلا أنه السيدة ضيعة هاد القيمة ديال الفلوس أصلا هو كل عام كان كيخرج 12 ألف أورو كيعطيها ليها كخلصة يعني في عامين 24 ألف وزيد على ذلك مني مات هويا أولادو لقاوا 20 ألف أورو كاش خزنة في الكانتينا ولذلك رمشي 90 ألف أورو كلها الزيسة هي بطبيعة حال باش غيعرفوهما يا غيعرفوا لأنه البنكة المديرة ديالها غترسل ميساج للأبناء ديالو غتقول ليه لأب ديالكم راه كي يخسر الفلوس بطريقة غير اعتيادية وراه بزيف ديت الفلوس كاش خرج كاش من الحساب ديالو بطبيعة حال في الآخر يا إخوان القادي اقتانع بلا أنه السيدة المغربية كانت مسيطرة عليه شو يوم أطر عليه بحكم أنه كان يتكلم على علاقة غرامية ما بينه وبينها وبلا أنه كان بغي تزوج بيها ويبيع الدار ديالو ويمشي يعيش هو وويها في المغرب وهذا شي كان عتعرف بإخوان لكم ميرتشاليستة يالو إلا أنه السيدة إخوان غادي توفى وقبل ما يتوفى هو لي كان دعاها بطبيعة حلقة يا إخوان قتانع بلا أنه السيدة كانت بأطر عليه وطالبها وعطاها عقوبة سجنية ديالتانات سنوات ديال السجن وكذلك غارة مامالية ديالالف أورو وتعويض للأبناء دياله السيد ديالتلاتين ألف أورو فهذا الفقر يا إخوان غادي نطرقوا الأخبار اللي عنده علاقة القيطاع ديالغزة وغادي نبدأوا بالخبر الأول اللي كيتكلم على الرئيس بايدن وذك شي نوقع عليه في الساعات الأخيرة الرئيس الأمريكي بايدن كان عليه واحد تحقيق تحقيق اللي داره مدة عام خاص ودام أسابيع وأشهر وكتب عليه واحد تقارير اللي فيه 345 صفحة فهذه 345 صفحة الصحف الأمريكية والعالمية لخصوها في جوجة ديال الأخبار واحد اللي هو يزوين بالنسبة لبايدن والتاني مش في الصالح دياله الخبر اللي هو يمزيان بحكم أنه التحقيق كان على وطائق سرية لمني بايدن كان نائب الرئيس احتافظ بها في المنزل دياله وما سلمهاش للدولة وطائق سرية عندها علاقة بالحرف أفغانستان المهم النائب العام في الخلاصة قال لك ما غيمكنش أنا ننتابعوه بسبب هدو الوطائق يعني لأسباب قانونية المهم ما غتكونش المتابعة دياله المهم هذا هو الخبر لإيجابي بالنسبة لبايدن لمشي إيجابي هو أنه هدو النائب العام وصف بايدن بلا أنه وحد السيد اللي هو يعجوز والداكرة دياله ضعيفة يعني ما يقدرش أنه مثلا يعود يترشح كيف ما بغي يدير ويولي رئيس أمريكا ربعات السنوات إضافية أخرى قال لي مطبيط حل سولت على أسئلة مثلا تاريخ ديال الوفد ديال ابن ديالك قال لي ما أعرفش تاريخ الولد دياله على ما أظن كان توفي إخوان بسبب الكونسير المهم الرئيس الأمريكي مني غي خرج هدو التقرير واللي كي وصفه بسيد اللي شرف وهرف وما بقاش كيركز وما بقاش عاقل غي خرج يدير واحد المؤتمر صحفي ووص هدو المؤتمر صحفي غي غلط غلطة كبيرة جاي تكلم على الرئيس المصر السيسي قال لي هم الرئيس ديال ميكسيك وماشي الرئيس ديال ميكسر ولذلك غلطي يا إخوان زلت لسان ولكن رأي الصحف العالمية كلك تتكلم على هدو النقطة بطبيط حل فهد اللقاء الصحفي اللي دار تكلمي إخوان كذلك على إسرائيل وقال بلا أنه الجواب ديال إسرائيل أراه زادت فيه بزاف رأي بزاف ديال أبرياء وأطفال كيموتوا بطريقة غير مقبولة يعني كين وحد تحدي كبير وهذه القراءة اللي كيدره جميع المحللين يا إخوان كين وحد تحدي كبير ما بين الحكومة ديال ناطانياهو والحكومة الأمريكية طبيط حل الحكومة الأمريكية كيتكلم على أنه خاص يكون وحد وقف إطلاق النار وهو يا إخوان كيتكلم على الوزير بلينكن باش أنه يقنع الإسرائيليين أنه ميدروا وحد الوقف ديال إطلاق النار يعني يتسالي الحرب ويقبلوا الاتفاق إلا أنه إخوان بلينكن وزير الخارجية ما قادرش يقنع الإسرائيليين وكين خيبة أمل كبيرة يا إخوان من بايدن حول الرفض ديال إسرائيل للمقترح ديال حامس نمشون شوفوا الأخبار الأخرى يا إخوان اليوم وزارة الصحة في قطعة ديالغزة كتعلن على أنه العدد ديالضحايا ديالعذوال الإسرائيلي وصل يا إخوان 27,947 يعني كنت تكلموا على حوالي 28 ألف شخص اللي قتلوا ملكيان الصهيوني الله يرحمهم يا إخوان الأغلب ديالهم أطفال ونساء في حين أنه العدد ديال الجرحاء راه هي فوق العدد ديالهم 67 ألف جريح فيما يتعلق بالأخبار الأخرى وهذه إخوان هي أخبار اللي خالع العالم كامل اليوم يا إخوان وهنا يرى ما كتعرف شد شي واش حقيقة أو أنه حيث المجتمع الإسرائيلي دير واحد الضغط راهيب على نطانياهو واليوم را كانت واحد المظاهرة في تال أبيب اللي كتطالب بالاستقالة ديال نطانياهو اللي وصفوه بالصارق وصفوه بالخائن وصفوه بأبشع العبارات المهم اللي كيني إخوان هو أنه نطانياهو ربما شو بغي يتغط على حماس أشنو هي الأوامر اللي اعطى؟ اعطى أوامر من أجل توسيع نطاق الحرب وغايمشي وإخوان يهجمو على المنطقة ديال رافح يعني باش فاهموا الموضوع كيفاش دير القيطعة ديال غزة راهم تشكل من معدس مدن يعني كينة غزة اللي هي مدينة كينة الوسط وكينة جانوب خان يونس كينة رافحي إخوان اللي قريبة من الحدود المصرية كينة كذلك إخوان المخيم ديال جبالية وهي إخوان يعني كنت تكلموا على مدن اللي هي صغيرة ولكن غزة أصلا القيطعة كامرة ما كبيرش بزاف المهم اللي كين هو أنه مني بدأت الحرف في الشمال الناس هرباتي إخوان إلى الجنوب كينة اللي منهم مشى الخان يونس عنده العائلة ديالولة يعني عنده مكان في نيجلس وكينة اللي مشى الرافح الوقاية اللي داروا هذيك الهدنة من بعد الهدنة لإسرائيليين هجموا على خان يونس ولذلك الناس كاملة اللي ما هربش من ضارف اللول هرب دبايا حاليا لمنطقة رافح وكنت تكلموا على رافح كينة قديرات على أنه قلس في حوالي جوجة المليون ديت الناس ستمية آلف منهم أطفال ولذلك كنت تكلموا على الناس كاملة قلسة المماية ناطنياهو قال لي مخاص نديروا خطة من أجل ترحيل الناس من رافح لعالم الله فين بغني نقلوها لأنه ممكن تشي منطقة آمنة في القطعة دي الغزة كامل وباش يديروا هجوم على منطقة رافح لأنه في رافح كينة ربعة دي الكتائب دي الحماس لما زالت نشيطة إلا قديروا على هذة ربعة الكتائب غاد يقضيوا على حماس ولذلك كنت تكلموا نكملوا الحرب دينا رطبيط حال أسبوعيا في إسرائيل كداري إخوان استطلاعات الرأي وأسبوع من وراء أسبوع كتقلي إخوان الشعبية دي ناطنياهو وحتى هذ الأسبوع خرجوا النتائج دي الاستطلاع الرأي اللي فيه ناطنياهو فقد أسواس مقارنة بالأسبوع اللي قبل رطبيط حالي إخوان حركة حماس كالطالبي إخوان بألف كاميو دي المساعدات الإنسانية لدخل إلى القطاع دي الغزة خصوصا الشمال لأنه تمايلا مدخلتش مساعدات بطريقة اللي هي قوية رغى تكون واحد الكارثة إنسانية الناس كتتوفى بشجوع وعلى ذكر يا إخوان هذة النقطة دي الهجوم على رفح رهى أمريكا والدول الغربية يعني من بينها أوروبا والمسؤولة للسياسات الخارجية دي الالتحاد الأوروبي وكذلك الأمم المتحدة كلهم متخوفين يا إخوان وكي تكلموا على قلق شديد من الخطوة اللي بغديرها الحكومة الإسرائيلية وكي طالبوا منها أنها ما تبشيش في هاد الخطة لأنه إذا بشو تهجموا على رفح غادي تكون نتائج كارتية يعني بطريقة اللي هي خيبة وخيبة بزف فهذا الفقرة يا إخوان غادي نتكلموا على المظاهرات دي الفلاحين لكيف ما كتشوفوا معايا من الصورة دخلوا يا إخوان إلى مدينة روما وهاتش كانوا كيهدوا به لمدة أيام إلا أنه الدخول ديالهم إلى روما ماشي بحل الدخول ديال الفلاحين الأوروبية للأخرين إلى عواصم أوروبية ماشي كيف ما الدار في بريكسال أو دكشري الدار في باريس بل كاني إخوان الدخول ديالة ربعة أو خمسة ديالتراكسورات اللي غادن بيهم البوليس وكان دكش شي من الضم كأنه واحد الاستعراب كثر ما هي مظاهرة أما الباقي ديالتراكسورات بقوا خارج مدينة روما بطبيط حال اليوم كذلك الإطلاقة والنقابات الكبرى ديال الفلاحة مع رئيسة الحكومة جورجا ميلوني وكذلك الوزير ديال الفلاحة هاد الجمعية ديال الفلاحة من بينها الكبرى اللي هي كولديراتي الناس اللي خارج الظاهر يعني هاد صحاب تراكسورات أصلا يا إخوان ما باغنهم شي نبوع لهم وأصلا في الأيام الماضية شدوا الرأية ديال كولديراتي اللي كتكوني إخوان صفراء وفيها كتباب الخضر وحرقوها يعني ما كتمثلوناش هذه هي الرسالة اللي بغاوا يقولوا لجمعيات ديال قطاع الفلاحة أو النقابات ديال الفلاحة بطبيط الحال هومي إخوان ما بيناتهم ما كينش تنصيق يعني كينة واحدة روينة كبيرة الفلاحين ديال واحد الجيهة ما كينتسقوش مع الجيهة الأخرى وما كينش واحد توافق ما بيناتهم وما كينش واحد اللي غي يتكلم بالصوت ديالهم ده بالنيقاش الكبير اللي كين هو حول صريمو المهرجان ديال الموسيقى اللي تكلمين عليه البارح هم بغين يتكلموا فيه بحكم أنه كينتفرجوا فيه عشرة المليون ديال الناس بغينوا وصلوا رسالة للشعب الإيطالي وطبيط حالي إخوان مني بغاوا يدروا هاد الرسالة وحلوك ما عارفوش كونه غي يكسبها في الأخري إخوان ربما غي يكسبوها بعض الناس ولكن هاد الناس ما غي يدرواش لها إمضاء بحكم أنه ما كينش جمعية وحدة ولا واحد الحركة وحدة اللي كتنبع لهم كاملين ولذلك أماديوس اللي هو المقدم ديال سريمو غي يقرأ الرسالة ديالهم وسط الصهرة وكان كلام على أنهم غي يطلعوا سريمو بش يتكلموا هماية من الخشبة ديال مهرجان سريمو ولكن هادش ما غاديش يوقع بطبيط الحال مني سأل الإشماع مع النقابات جورجا مينوني عنات العدة قرارات من بينها هو أنه غي يكون إعفاء ضريبي على الدخل فيما يتعلق بالدخل ديال الفلاحين اللي هو يقل من 10 ألاف أورو يعني قل من 10 ألاف أورو ما كتتخلش الضريبة وكذلك إخوان واعدوهم بش تكون رقابة أكثر على الأتمينة ديال السلع الفلاحية وكذلك المنتجات اللي كينجو زيد على ذلك غي يعطيهم ضمانات أخرى فوحد الصندوق بش يحصلوا على قروض فلاحية بنسبة ديال الفائدة اللي هي أقل من النسبة اللي كينحالين في الصوق وكذلك تلتمية مليون ديال الأورو اللي غي تتحط في وحد الصندوق لمواجهة الأزمات في القطاع ديال الفلاحة من هنا تلسنين بالطبيع الحل اللي خصتكم تعرفوا هو أنه راكين نقاش كبير داخل الحكومة الإيطالية أصلا هذي الناس ديال التراكتورات نص منهم كي يطالب بالاستقال ديال وزير الفلاحة وخوز الفلاحة يخرج يقولوني أنا معاكم وانتم ما يعندكم الحق والحكومة الإيطالية ديالها ولكن هما تقول لي لا عطي الاستقال وصير في حالك نص فيهم ماشي كاملين كين كذلك سالفيني لتا هويكي كوبليسانس فوق العافية يعني لو قيت اللي جورجا ميلوني حاولت أن هاد دير هاد القوانين باش تكالميهم واترجعهم يخدمه خرج قال ليهم بلا أنه دير واحد الإعفاء على عشر ألاف أورو راه قليل ممكن أن ننضره أكثر ولذلك هي أصلا ما كانت شبغة دير هاد الإعفاء هو ضغط عليها من ندارته خرج كيقول بلا أنه راه قليل وممكن أن ننضره أكثر بطبيع الحل سالفيني حيث قريب الانتخابات الأوروبية وذيك الساعة ما كينشي إخوان تحالفات تكون الحزب كيضرب على رأسه هو ذا بي إخوان راه خارج طول وعرض في جورجا ميلوني وغاي خرج فيها أكثر بحكم أنه هي راه هي اللي يشد الحكم واللي كيكون يشد الحكم كي تكون عنده مسؤولية أكبر مقارنة مع أخرين ولذلك راه الحكومة ببحدة فيها حكومة فيها معارضة مخلو المعارضة مزقول طيب يتحلي إخوان بعد نهاية هاد الإجتماع ووزير الفلاحة عيط على الممتلين ديال واحد الحركة ديال الفلاحين كنت تعتبر وحدة من أكبر الحركات الليدرين هاد المظاهرات عيط عليه الويزارة مش يتناقش معاه ويتكلم معاه ويشوف باش كي يطالبوا الفلاحين المهم هم هذا الشيء قالوا على المستوى الأوروبي ما بغاوش نعطيكم مثال الاتحاد الأوروبي قال لي مكنا بغن ديروا قويود على الاستعمال ديال المبيدات هذك المبيدات تقدروا تستعملوهم الفلاحي الإيطاليين جزء منهم تيقول لك لا هذك القانون كان خصم يخليوه نحن نقلل من المبيدات لكي نعطيه المواطنين منتوج الذي يكون طبيعي ومنتوج الذي تكون فيه منفع المواطنين كون عين خلو ذك القانون ولذلك يا إخوان نرى واحد الارتباك كبير واحد الفوضى لا نتافق نش مبيناتهم فهذا الفقر يا إخوان سنتطرقوا الواحد تغيير اللي غيطر على التطبيق ديال الواتساب اللي غيطر يخص جوشة المليار ديال ديال المستعملين واللي بطبيط الحال كيف ما كتكتف فهذا المقال ديال الكوريال ديال السيارة هالتغيير غيجي بفضل القوانين ديال التحاد الأوروبي اللي لزم على هات الشركة انها تدير واحد تغيير غادي تكون فيه استفادة للمستعملين وغنشرح ليكم ما شنو اللي واقع أصلا يا إخوان الواتساب كيف ما غادي تكونوا لاحظتوا دارت بزاف ديال تغييرات من بينها الإمكاني ذيل أنك تعدل على واحد الميساج اللي ديجا صيفتي من بينها الإمكاني أنك تصيفط واحد الصورة أو فيديو وكيتشاف عرمرة واحدة وما كيبقاش عند الشخص الآخر وكذلك نفس الشيء واحد الميساج أو رسالة اللي هي آوديو تقدر تصيفطها يستمع لها الشخص عرمرة واحدة وكيتمحها نهائيا يعني بلا ما يمحيها هوية كيتمحها أوتوماتيك يعني هذي كل هات تعديلات اللي كانوا في تطبيقات أخرى بحل تيلاجرام ولكن تيلاجرام مثلا ما كيستعملوش المغاربة بزاف الواتساب غادي كيجرى يا إخوان وراها تطبيق تيلاجرام كين قل منه بزاف ديت الأشياء أخرى كيدير هات الشيء في وقت اللي هوية واجيز ومن بين الأشياء اللي دخل كذلك يا إخوان الواتساب في هاد الأشهر الأخيرة هما يخواني كانالي يعني هما القناوات كتلقى مثلا واحد الصحيفة واحد الجريدة واحد الموقع عنده قنات كذلك في الواتساب والناس كتدخلها إخوان تنخارط فيها باش يلي لحشي حاجة جديدة كتطلع عندهم المهم اللي كين هو أنه هالتغيير اللي غايتراء وغايتستفده منه جوج ديت المليار ديت الناس على المستوى ديت العالم هو إخوان الحوار ما بين تطبيقات الأخرى الواتساب غايو اللي ملزم عليه أنه يعطي إمكانية للمستعمل وغايت كل المستعمل هو اللي غايتختار واش ينخارط في هاد القادية يول الله أنه يتواصل مع الأصدقاء دياله والناس اللي تعرف كذلك في تطبيقات أخرى بلا ما ينزل هات تطبيقات عربا نتبسط لكم الأقصى درجة غايو اللي هاد النظام بحاله بحال ديال الإيميل مثلا واحد عنده جيميل واحد عنده لايف واحد عنده ياهو وكل واحد يخوان عنده شركة ديال الإيميلات اللي هي بحضة كاللي عنده شركة إيطالية بحال لي بيرو ولكن تكد دخل الإيميل دياله كيوصلك المساجات من عند الشركة كاملين يعني أي إيميل كيوصلك نفس الشيء بغني يديره ذا بحاليا غاوي لي مثلا واحد تطبيق آخر اللي هو ديال المساجات ولا تطبيق آخر اللي هو ديال الرسائل يقول لي ووصلك في واحد نقطة من الواتساب يعني غتكون جهة خاصة بيهم يوصلك المساجات ديال أصدقاء ديالك داخل تطبيق ديال الواتساب وإنتهي ممكن أنك ترد على الأصدقاء ديال وكل الناس اللي كتعرف دائما داخل الواتساب بلا ما تضطر أنك مثلا تنزل ذاك التطبيق مثال باش كل شي فهم واحد كيستعمل سينيال اللي هو إخوان واحد تطبيق اللي معروف بزاف آمن الأقصى درجة والأكثر أمانا ربما في العالم هذا التطبيق إلا كان واحد صديق كيستعمله يقدر يساعدك ميساج غيطلع عندك في الواتساب وإنت وخم يكونش عندك السينيال تقدر أنك تجاوبه ويطلع عنده هو الميساج يعني هذه العملية اللي غادي تدار هادش ما غيكونش متاح في الأشهر القليلة القادمة ولكن دايج خدامن عليه إخوان وكيدروا التجارب هادش كامل غيكون بحماية الخصوصيات والمعلومات ديال الناس وكذلك هاد المعلومات وهاد الميساجات خاصهم يكوني إخوان كيتسافتوا بطريقة مشفرة